لقد قمت بس الحجاب اللي انا حطتها على رأسي دهو دهو انا لو فكت شعري كدهو وعملت دفرتان ولا عملت ده ارنين كدهو فوق ولا زعزعتان ده الحصان كان زمالي امره بس انا بس اللي مش عايزة بن اه ان انا صغيرة يعني عشان الناس ما تحسدناش بقولك اي يا مراتبني انا عايزك تنظف البيت كده واتخليه زي الفل عايزة يبره مانا لسه منظفها يا حماد انا نظفه تاني ليه؟ بكرة الوقفة يا حبيبتي وانا عازم اختي هنا عندنا عشان تفتر معنا فعايزة البيت كده ايه؟ يبقى شكله كده نظفه جميل وانت عازم اختك هنا يا حماد عندي في بيتي؟ بيتك ايه يا امو بيتك؟ البيتك ايه ده بيت ابني يا اختي بيت ابني وخريبني وحكت ابني وفلوس ابني والحاجات اللي بيجيبها دي بفلوسه البيتك ايه؟ ده شوية هلاهيل اللي انت جايباهم ومتجوزة بيهم بلا نيلي خليني سكتة ومكتومة انا عارفة انا ايه اللي وقعه الوقعه السودة دي اتملقاش اللي انت اللي ياخدك ده انتو جايبين عافش استغفر الله العظيم يا رب بتقولش بالي انا عافشي هلاهيلو كراكيب اه انت اللي عايزان اقولك الحقيقة دي انا قلتلك الحقيقة المرة ياختي عملك ايه؟ ما انت اللي فرحانان اللي بنفسي بتقولي بيتي بيتي لا مش بيتك يا اختي ده بيت ابني ماشي يا حماد انا برضو مش ارد عليك اكبر منك اه يا اختي دنت اللي يشوف اقولي عليك دنت اللمي لو لكش بس الحجاب اللي انا حطاها على راسي دهو ده انا لو فكت شعري كدهو عملت دفرتين ولا عملت ده ارنين كدهو فوق ولا زع زعوتين ده الحصان كان زمالي امرة بس انا بس اللي مش عايزة بن ايه ان انا صغيرة يعني عشان الناس ما تحسدناش لو النابي عايزة طلع زعوتين في راسك تعملهم ده الحصان ومفكر نفتك الزغيرة اه ياختي صغيرة غصبا عنك انا عارفة انت هتموت مني انا دخل المطبخ يا حماتي اطبخ واشوف وراي ايه عشانه مش فضل الهري بتاعك ده ادخلوا يالله ياختي رواق البيت كدهو خليزها يلفول عشان اختي جاية بكرة مش هقولك تاني بس بقولك ايه بقى حماتي بقولي الاختك دي تجي من بدر عشان تساعدني في الاكل اللي هعمله بكرة او انا مش خدمة عندكم ولا ابنة تشتراني من كل احتي اللي اولا تجي بدري لا ياختي ده تجي على المغرب بالزبط على ساعة الفطار اه ده واحدة معزومة ياختي عند اختهي اللي هو انا يعني انت عايزان يا حماتي قعد اعمل لكم الاكل ده كله وانتوا قاعدين كدهو من ستتتين وتجيب عيالها وهي جاية اه طبعا امه لا امه اللي ابني تجوزك لاه وجابك هنا في البت لاه لا يا نسو الله بقى قد كان قالك ان انا خدمة عندكم ولا حاجة هواتي الطول تخدميني ده انت متعرفش يا مفعوصة الرجالك توقفك لهو توابير توابير علي يتمنوا اشاور صباعك لهو بس يجروجاري يقولوا لعايزة اه بتصل بهم بقى يجو يعمل لأكل بقى لاختك لما تيجي بكر وانا برده عشان مؤدبة وستة كبيرة ومحترمة واهل ربوني كويس مش هرد على واحدة قلت الزق زيك عييلة بتاعت اول مبارح متشكرة متشكرة جدا وغربة بستين ده يا يلا روح تخل المطبخ هتطبخي اولا هتعميلي ايه وبقولك ايه طلع الفراخ واللحمة اللي عندك في التلاجة ما تستقصريش اي حاجة فختي انا عايزاك تعميلي ترابيزة وليمة ما تجيبش اخرها من اولها ليه يعني هو احنا عزمين الاميرة ديانة الترياء يا قليلت الادب انا اما يجي جوزك هعرف ارده علي وهقوله قليلت الادب اللي انت بتقوليها دي وبشوف بقى ساعتك هتقولله ايه هاد اخرة الجواز واللي عايز تجوز ويقولك هعايشك ملكة في البات وفي الاخر جاب له متعش معاي وافضل اخدم واشيل وحطه في الاخر ولا كلمة كويسة ولا كلمة تطيب خطر الواحد سمعاك بتبرطمي قليلت الادب لا برطم بقى ولا تنيل هديني دخل المطبخ وهعمل دور سندريلا ستات اخر زمان متدلعين عايزين كل حاجة كده هو الجهازي دانا ايام زمان حد تشافني ايام زمان منكم دانا كنت زمان اشيل البدة كده هو اشيل الكنبة ديها على دماغ اطلعها السطوع واشيل البطاطين والمرات اطلعها على البلكونات بره دانا كان علي صحة يلا مفيش حاجة بالدمع على حالها